السلام عليكم ومتركاته اليوم 3 مارس عام 2012 ونحن الآن في مدينة سرانا عاصمة البانيا وأنا واقف هنا الآن أمام قدل سرانا الدولي في الساحة الكبيرة في وسط العاصمة الألبانية الزيارة الأولى لنا كانت في نهاية ديسمبر عام 1991 بعد أن نتهيت من الوصول على سرطة التراب في مدينة فيرمنغهام من جامعة فيرمنغهام وسفرت مع الأستاذ أسعى الطاقة مع الأستاذ عدلان إسماعيلي من لندن إلى بلقرار بلقرار بلسكوبيا بلسكوبيا بالعربية إلى بلقرار نحن عام 1992 في هذا الوقت كانت الشيوعية سابطت بعد أن حكمت المدينة من 40 سنة في قيادة واحد اسمه عنوار فول اللي كان عداء الإسلام عداء غير عادي رفع أنه كمسلم كما تعرفون كان الإنسان المسلم اللي يصلي يسكن اللي يصوم بغدر حيث يُعرى طني أنه مسلم يسكن أيضا ويُعدد المساكنة أغلقات أغلقات فهي لأسطابلات أو فرولة فهي لأمخازن أو أولاد في هذا الوقت نجينا هنا نروها وقال لنا أنه لا يوجد تعارض وبعد أنه بعد صفرت فعلا نوعي انتهى العصر الشيوعي فيها فكان علينا أن نأتي معنا بالأكلة والطعام من جوزانيا وقالنا معنا بلسكوبيا وبعض المعلبات نجينا هنا ونزلنا وقالنا بلسكوبيا وقالنا بلسكوبيا بلسكوبيا وقالنا بلسكوبيا بلسكوبيا وذكرنا المؤسسة وفي المحكمة لذلك اللقاء أخبرنا هذا الوقت كل من أقعد يدو على عربة أو شاحنة أو غرار أو أي شيء من قيمة صابقة بيأخذوا وطورهم القياة شخصية وقالنا نستطيع أننا نترك العرباء وبدأتنا في الشارع كما أنتم تشاهدون كل العربيات إنه هو ووجودة الشارع منكم فالليل لأن كانت تشتف مثل هذه العرباء من الناس أنهم كانوا مفيش دولة مفيش أمن مفيش أطنعهم إلى آخر كلاسنا هنا أكثر من عشر دياب تقضيبا إلى أن سكلنا الغراثة الإسلامية هنا كانت الأول المؤسسات التي سكلت في البنية في هذا الوقت لقوم بالعمل الإنساني لها كما عادتنا الغراثة والأيام السابقة إلى يوم الآن مستمرة بالعمل هنا بفضل الله سبحانه وتعالى عمل تنموي عمل تعليمي عمل ثقافي وعمل إنساني كان حتى لا يوجد فنجان خهوة من بعض الشياب اللي كانوا معنا أنه يدون أن يجدوا بعض المقالات في الصحف والقرائل عن وضع الإنساني في البصنة وراضع السياسة وراضع الأخصار في البصنة وإن اضطروا أنهم يمشوا لوزير تلك على فنجان أخرى ترسل لهم شرب فنجان أهوة كان فنجان أهوة من هذا الوقت يساوي بلهاب وكل فنجان فنجان صغير جداً هكذا هذه كانت مسيراتنا التي قدأت في المسخة الثاني من دسمبر عام 1991 وذلك استمرت مسيرة العمل الإنساني هي مسيرة أبدية مسيرة العمل تهم هي مسيرة عبدية مسيرة العمل اقتماعي هي مسيرة عبدية وعندما شطيع الحياة كانت استمرت بدون هذه الأعمال وعطبة المكنات المحتوى في النظمات العالم هنشكر كل من تساهمهم معنا في هذه المسيرة منذ دسمبر عام 1990 إلى هنا هنا وبعد ذلك وذلك في المستقبل إن شاء الله ونراكم إن شاء الله هنشروح نذهب نشروح المسجد نحن صلينا فيه في عام 1990 وكذا وماذا أصبح فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم 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 وماذا أصبح هنا في المستقبل القرآن العالم اليوم أولاً في المستقبل بعد السيارة في الدكتور في المستقبل عام يجب من الدكتور في المستقبل في المستقبل المستقبل في المستقبل في المستقبل المترجم للغاية 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 من المقرنة لأنهم موسلمين أو لا موسلمين في ذلك الوقت. أذكرت قصة أصبحت لديه من المسلمين في المقرنة الذي كان يمتلك في المقرنة لكي أكبر من 40 عام وكان يمتلك المقرنة 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 وكاننا نقوم بأسفل هنا بعد أن نتعالي معناه وكاننا نقوم بشكل شيء ونفهم ما قلت وقال أبوه، وقال أبوه على ما يقوله ، وقال فيما أتكلم ونتجد نروت من أحد أكتبه ونحن ماذا يقول وقال وقال أبوه بالقل في سورة فتهه سورة فتةه هو بالقل في الأول الارضة الأولى حيث كان يرد ما عنه ، ما عنه حقا إذا لم نكن في سوف يستطيع المفترض في عavais لذلك يجعله يملكه على أنه وليس ما كان ما رأسه على الرجال أثناء ما هو طبع في ستواقق السيئ هذا كان الرئيسًا بالنفعل وكان بالطبع هذه السهلة طويلًا من ثلاثة سنة زراد في الحانظين من قبل المستقود من قليلت المقطع الموضوع من ما تسمع الولمسق أو مقارن أثناء هو الواحد للعضة من الضحية تتعارل تشعر توجيه تتعارف التحسن تكون حكراً للتعاية وقد أستطيع أن نستحق المجتمع بنا في 31 سنة ونحن أتمنى أن نستحق المجتمع بنا في 30 سنة السلام عليكم لفضانة ونحن نستطيع أن نرى المسكة في المسكة من أخرى ونحن نشاهدنا مرة أخرى السلام عليكم السلام عليكم نعرف مع نفسهم بعد أن سجلنا أمام منذ فرانا الدولي نأتي منا بمسكة الإسلامية أو المسكة العسلم ونحن نكلم عنه والذي أقنية عبد المطورية وستنوم المرى بمهارات المسكة بلاهرة أخرى وهذا التمثال المرى هناك تمثال الخارج من طاعة لفضاني نفس المبنى الأخذ هو اللي حارب البيض والأسفانيه دمشان الساحة دي بول لها في مباني كثيرة جدا من كاش موجودة فيها إنه ده كان المبنى بتاع السيمفونية اللي هو ده الغبرة وليه الحاكم والمباني القديمة لكن كل المباني الحديثة دي كلها كانت لكم موجودة ونقبل بياه نتكلم عنها عام 2015 وحد سعين حبينا نصلي الجمعة هنا هورا نقلنا المسجد نقلنا المسجد نقلنا المسجد كل المسجد مدخل المسجد وهو على ستبين فيين هنا فيه؟ الناس الألبان المحقين صف القادي صف القادي يعني بيشاهدوا وبتفرجوا على المصليل فإن المصليل دول كانوا جايين من كوكب آخر وكانوا بنظرنا بنظرة كلها انلهاش في هذين الصفين دي ما نشاهدين أنه هو يعني صف القادي صف القادي عنشان بيشموا يا سلام الملائكة اللي جايين يصروا بعد ما اتفتح المسجد ان جاء المدخ الأرض انه هو فيه عصر وبعد ما هلك انه هو عنوار خوجة الذي حكم البلان حكم دكتاتوري حكم مدموي بمثل الميسنة ومنع ومنع اللي هو ممارسة الإسلام بهذا المكان ضغمنا عن أن أبوه كان مسلم وكان خوجة أيضا يعني معلن بالدين الإسلامي وكذا فعلت الشيوعية بكل أصحاب الأديان بكل مكان بالعالم حولت المساجد والعياذ بالله إلى استقلات بيوت زمانهوتا بالدوة ودمرت بعض المساجد وغلقت بعض المساجد وهذا مدد محولة إلا أن يفبح متحف فقط الناس يصرغ عليه كجزء من العصر العثماني اللي كان بيحكم البلاد مدد أكتر من 100 عام في هذا المكان هذا كان تاريخ ألبانيا اللي احنا وصلنا له هنا أيضا الذي اكتشف أنه مسلم كان إما يسجن أو يعدد أو ينفى من داخل المدر اللي هو فيها وكنا لما نكتب الوتيل ترانا وبعد ما عذبنا أحد دوه يعتبر أكتر إنسان ألباني سجد في عصر أنور فوجة 40 سنة فعذبنا على غدا معنا وإحنا عافينا على الدرج هنا كمان من دكترانا قاعد يتمتم التمائم إحنا مقد نسفح منها أي لغة يتمتم هذه التمائم وكان يبكي وهو يتمتم هذه التمائم وسألنا المترجم ماذا كان يقول قال إنه كان يقرأ سورة الفاتحة سورة الفاتحة لم يكن لم نكن نفهمها ونحن عرب فما بال هذا الرجل الذي قد يكون قد قد نحبه الآن قد نحبه قال إنه كان في الثمانينات في الفترة اللي إحنا فوقنا في سورة التسعين أو أمسها بالتلاتين سنة إن كانت يبكي على ما تبقى له من كلمات يتغنم بها ولا يفهمها ولا يفهمها فرحمة ربنا واسعة ورحمة ربنا هي التي أهلكت أولاء الظلمة إنهم الظلمة أعداء الأديان كلها من الشيوعيين إلى أمثالهم خلتنا هلكوا وإستمرت الأديان هنا كميسة يواصل الوكية في الخلف أيضا وكذلك فتحت المساجد مرة أخرى وأصبحت الهوية الألبانية ترجع مرة أخرى الشعب الألباني بعدما هلك هؤلاء الظلمة أنا أشكلكم في رؤية هذه المسيرة التي مداد مستمرة منذ أكثر من 31 عام وستستمر إن شاء الله وبدأ لكم من أكثر من 31 عام قادمة ولكي تستعيد هذه الشهوب وحرياتها وكرامتها وعزتها وإعباءها وهويتها في نفس الوقت شكرا لكم جميعا أن كنتم معنا ما بين أنتير ترانا وهو موجود هناك على الشمال وما بين هذا المسجد الذي كان مرسل صرفونا بين الجنباتين يرونها أولئا الملعكة لما أتهوا يتركوا الله سبحانه تعالى في الداخل في خطة الجمعة ونراكم إن شاء الله في مكان آخر في مدينة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تكن هناك ولكنه دائمي إنها هناك الأمر لا مرحل و هذه المنزولة هي تصدير المنزل تصدير مجرد من ذلك في مكان المضوع مجرد ومسلم وأقاموا بإمكانت عامة الإسلام وقاموا بأسعاد الإطباء وقاموا بإمكاني القصود الألباني من الهواني وقاموا بإمكاني الهواني كان سيدي في المدينة هذه المسكتب كان هناك و أمتلك أن الكثير من المسكتب في المدينة اتماعون مهاجم والأداء أو المظلون من الأحيان عندما نعذي هنا في المسكتب و دعنا نشكت ترجمة نانسي قنقر 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 مجرد على اسجمه لاpassen هذا الرجل оказалось أصبح أولاً في البنية في ذلك الوقت. دعونا نذهب للمساعدة. هذا هو المساعد لكم. هذا هو كيف تغيير المساعدة. تغييرها. هل يمكنك أن تظهر هذا؟ 1,209؟ أعتقد أن هذا هو عام. عام حقاً. ليس عام حقاً. هذا هو كيف تغيير المساعدة المساعدة الذين يعتقدون المساعدة في هذا المدين في 40 عام. يحاولون أن يخطرهم المساعدة للمساعدة المساعدة المساعدة. ولكن اليوم الحمد لله نحن مرحباً. العنوال خوجة موت. المساعدة المساعدة. المساعدة المساعدة. لذلك المساعدة المساعدة. Redonda من ع Israq مرة tới سويviet العام ومن الهوционائي المساعدة. لنحن س90. قد تقدم للسواعدة